هل نعرف ليه كان اليهود واليونانيين بيعتبروا أن عمل الله اللي هو التجسد والفدائي يعتبر موضع استهزائي هو طبعا يمكن قالها القديس بوليس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كرونسوس لما قال أن اليهود يسألون آية واليونانيين حكمة ولكن إحنا بنكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة يعني التجسد أن الله يصير إنسان لغاية النهاردة غير المؤمنين بيعتبروها نوع من الجهالة يعني إيه الله يبقى إنسان ويمشي ويعاكل ويشرب والناس تتكلم معاه ويتسلب ويموت فدي بنسبة لهم نوع من الضعف غير اللقب الله ونزاهة ربنا في نفس الفكرة كانت موجودة أيام أثاناسيوس اليهود يقولوا إيه المعجزة في أن الله يبقى نحن نتكلم عن إيه معجزات اللي شقلنا البحر واللي جاب لنا المن من السماء يعني إيه بقى الله القوي بتاع المعجزات إيه بقى إنسان ويتسلب فالصليب عثرة عشان كده في حتة تانية قال أما أنا فحاشى لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح فهم شايفين أن التجسد والصليب نوع من الجهالة والضعف اللي يليق به الاستهزاء تمام قديسة ثاناسيوس كتف الفصل الأول في التجسد الكلمة فنسجد له رغم ضعفيه الظاهري بيقصد إيه بكلمة ضعفه؟ ولماذا يعتبر غير المؤمنين برضو تجسد الله وعمل الفداء هو نوع من أنواع الضعف؟ طبعا اللي بص على الصليب يرى المسيح مهان وضعيف يعني مغلوب الناس قبضت عليه ما عارفش يخلص منهم دقوا مسامير فق دي مش عارف يعمل حاجة وعلقوه ومات يبقى ضعيف لكن إحنا شايفين حاجة تانية غير الناس شايفاها ولذلك هتلاحظ إن إحنا أكتر صلوة بنصليها في البسخة كلمة لك القوة والمجد والبركة والعزة لعكس ما الناس شايفة الناس شايفة في ظاهر الصليب ضعف إحنا شايفين قوة لك القوة والمجد ظاهر الصليب هوان إحنا شايفينه مجد لك القوة والمجد والعزة شايفين الصليب هزيمة إحنا شايفينه عزة شايفين الصليب لعنة إحنا شايفينه بركة فمعلمنا أثاناسيوس قال إن الناس دي شايفها ده ضعف. لكن نحن شايفينه قوة. شايفينه عار. وحتى أنت شايف حافظين الآية اللي بتقول لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. أما عندنا نحن مخلصين فهي قوة الله. وفي نص قاله القديس بولس الرسول فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح. أنه من أجلكم افتقر بالقاف. يعني بقى فقير وهو غني. لكي تستغنوا أنتم بفقره. معناها أن المسيح بقى في نظر الناس فقير. بينما هو المعطي كل حي كل شيء. فده في نظر الناس أنه هو نوع من الضعف. وبرضه في كورونسس الثانية يقول أنه إن كان قد صلب عن ضعف لكنه حيا بقوة الله. فنحن أيضا ضعفاء فيه. يبقى هو ظاهريا شكله ضعيف لكن نحن عارفين حقيقة الأمر. والقديس أثانسيوس من ضمن الكلام اللي قاله قال الصليب اللي هو أنت مفكرين وضعف دواته. عارف يهزم الشيطان ويهزم الوثنية في العالم. وينشر إيمان في كل الدنيا. يبقى زي ضعف. الصليب اللي الناس مفكرينه ضعف بيرعي بالشياطين. ودايما أنا بقول له عبارة دية لو الصليب ده خرافة وشيء ضعيف جدا ليه في ناس مش بتحبه وليه في ناس بتتنرفز لما تشوفه وعايزة تكسره وترميه ولما يكسره الصليب يحس أنهم عملوا عمل بطولي جدا إلا إذا كان فيه قوة ودائما بقولي التشبيه ده مش عارف كنت قلته هنا ولا لا إن أنا لو ساكن في بيت والناس اللي تحتي حطين على باب البيت حدوة حمار حدوة ولا عاملين كاف ولا حطين شب شب اللي هو بيؤمنوا بأن الحاجات دي تمنع الحسد ما تلفتش نظري واللفتت نظري بيعاد يعني ناس بتؤمن بحاجات خرافية ناس مش بؤمن بي طبعا ما تخوفني لا تشغلني ولا تسبب عندي انزعاج ولا هتخبط عليهم وقولهم مشيلوا البتاع ده من هنا ده بيزعجني ناس بتفكر بطريقتها فلو كان الصليب نفس العلامة دي ملهاش قوة كان الواحد لما يشوفني ماسك صليب ولا يلتفت يعني لكن كونه ده بيزعج ناس يبقى في قوة وعشان كده رجال الله على طول مسكينوا في قديهم يعني كل كاهن كل أسكف هو ده عزتهم طبعا ده الصليب هو قوتنا وهو الفخر بتاعنا حاشا ليه أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح والدرع الواقي كمان يا سيد طبعا عندنا لحنة في الجمعة العظيمة اللي هو أومونو جنيس بيتقال فيه عبارة جميلة جدا نقول لأنه أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة لو كان المسيح في عز بقى تجليه على جبل طبور هزم الشيطان كان يبقى حاجة فخمة قوي لكن ده بقت أفخم أنه هو في أقل فترة فيها قوته على الصليب هزم الشيطان وهزم الموت وهزم الخطي وهزم العالم كله